ويجيب لك بقى كل الأزرار اللي موجودة في الموقع يعني ما زندش فيه أسهل من كده شرح عشان خاطر تعرف تركب البيكسل بتاعنا أهلا بيكم يا رب تنوف خير النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة حصرية جدا ما حدش تكلم عنها في الوطن العربي تماما وهي ربط بيكسل الفيسبوك بمدونة بلوجر طبعا تقدر أن انت تربط بيكسل الفيسبوك بأي موقع إلكتروني ورد بريس أو شو بي فاي أو غير ذلك من المتاجر الإلكترونية ولكن مش أي حد تتكلم عن إزاي أن انت تربط بيكسل الفيسبوك لمدونة بلوجر وده اللي أنا عملته على المدونة بتاعتي من فترة والنهاردة حبيت أن أنا أتكلم معكم فيه وأشرح لك إزاي أن انت تربط أحداث أو أكشن بيحصل على الموقع بتاعك أو على المدونة بتاعتك بإعلاناتك على الفيسبوك الموجهة لزيارة الموقع أو لزيارة المدونة فطبعاً اللي مش عارف أن بيكسل الفيسبوك هو عبارة عن كود برمجي بتضيفه على الموقع بتاعك أو على المدونة بتاعتك عشان خاطر ينقلك الأحداث اللي بتحصل من زيارة العميل اللي جالك من الإعلان اللي أنت عامل على الفيسبوك وخليته يزور الموقع اللي أنت ربطت فيه البيكسل بتاعك عشان خاطر ينقلك كل الأحداث وكل الأكشن اللي بيحصل بس بشرط أنت اللي تكون يحدد الأكشن ده وده اللي هنعرفه مش عادة أشرح لك كل حاجة في الكلمتين ثلاثة ده اللي هنعرفه بالتفصيل من خلال الفيديو فأرجو أن انت تقدر يعني التعب والمجهود والبحث اللي أنا عملته باللايك والتعليق الجميل مش هطول عليك بقى يلا بينا على الشرح أول حاجة هندخل على الحساب الإعلاني الخاص بينا تحت على اللي مين أتلاقي أعدادات مدير الأعمال بدخل عليها بعد كده بتنزل تدور على مصادر البيانات فإما أنك تدخل على وحدات البيكسل هتلاقي هنا بيقولك أن ما فيش وحدات بيكسل هيتم نقلها إلى مجموعة البيانات اللي هي الخانة اللي هتلاقيها تحت لي مجموعة البيانات فطبعا علشان أنا كنت عامل وحدات قبل كده فنبدأ من البداية خالص هتقوم داخل على الشمال هنا مكتوب فتح في مدير الأحداث على اللي مين هتلاقي وحدات البيكسل اللي انت عملتها وتحت شوية هتلاقي تجميع أحداث موقع الويب من نشاطات المتصفح فهنضغط هنا ونختار إعداد بيكسل ميتا بيديك اختيارين إما أن انت تدخل عن طريق واحد من الشركاء زي شو بي فاي أو وورد بريس ولكن النهار دا احنا نتكلم عن أصعب هو التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي التثبيت رمز البرمجة يدويا فهنختار تثبيت هينقلك للواجهة دي هتختار منها نسخ الرمز البرمجة وطبعا علشان تركب البيكسل على المدونة دي حاجة محدش تكلم عنها يعني في الوطن العربي خالص بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أول واحد يتكلم عنها فهي الله بينا نشوف إزاي هتدخل بعد كده على المدونة وتختار المظهر بعد كده هتختار تعديل HTML وتيجي عند كلمة هدي تدور عليها تلاقي دريق غالبا هتبقى مكتوبة في البدايات تاخد السطر اللي قابليها وتتك انتر وتقوم عامل نسخ رجعتين اتأكد ان احنا عاملين نسخ للرمز البرمجي بعد كده تعمل هنا بقى هتواجهك مشكلة مهمة أنا كده ايه حطيت الكود البيكسل اللي حينقل كل الداتا على الموقع او على المدونة كلها للفيسبوك فلو جينا عملنا حفظ من اعلامة ديت هيقولك ان في مشكلة في الكود مش متوافق مع الموقع ولكن لو جينا هنا هنلاقي ان المشكلة ديت لها حل والحل ده انا بحثت عنه كتير عشان خاطر ان انا قدر اوصل للنقطة دي بما ان ده مش تخصصي اصلا الحمد لله بعد البحث وتعلمت النقطة دي فارجو ان انت قبل ما تعرف الحل تعمل لايك وتشترك بالقناة وده حيفرق معاك كتير جدا ان شاء الله وهنا هنلاقي ان المشكلة كلها في السطر رقم تسعة عشر وده اللي فيه المشكلة كل اللي هنعمله ان احنا هننزل عند السطر رقم تسعة عشر ونحدد من هنا بعد علامة and e b وهنكتب a m b نحط العلامة بعد كده ناخد الجزئية دي and a m b بالعلامة ctrl c ونيجي بعد كلمة page view ونعمل لصق ونحذف علامة and دي بعد كده نعمل حفص تم التحديث بنجاح طبعا علشان خاطر ان انا ازبط الكود بالشكل دوت تعبت جدا جدا ان انا ابحث وشوف المشكلة فين وجربت اكتر من مرة فارجو ان انت يعني وضي عشر تاع بيها باقا وتعمل لايك وتشترك بالقناة وتخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايين بعد الخطوة ديت بعد ما ركبنا البكسل في الموقع بتاعنا وعملنا حفص هنرجع تاني على مدير الاعلانات ونختار المتابعة يقولك هنا ان ان انت ممكن تستخدم المعلومات اللي قدمتها للعملاء بالفعل لنشطك التجاري زي كذا وكذا وكذا فاحنا ممكن نعمل تشغيل المتابعة المتقدمة التلقائية وتختار كل البيانات اللي قدامها خلي كل البيانات شغالة احنا نعمل المتابعة بعد كده بيقول ان محتاج ان انت تفتح اداة اعداد الاحداث فطبعا الخطوة دي مهمة جدا وهي اداة اعداد الاحداث الاحداث يعني ايه؟ يعني الاكشن اكشن اللي انت بتعمله على الموقع تعال نجرب ان احنا نفتح اداة اعداد الاحداث ونخش هنا نرجع تاني للموقع طبعا اللي هو المدونة بتاعتي نعملها على بلوجر ببلاش نعمل عرض المدونة وناخد كده كنترول سي دي المدونة بتاعتي وننتخل هنا نعمل كنترول بي هو بنسبة كبيرة لتاخد وقت شوية على ما البيكسل يسمع مع مدير الاعلانات يعني على الموقع وعلى الفيسبوك فممكن تحتاج شوية وقت فطبعا هو هنا لقت خلاص ان البيكسل تنفذ لما عملنا انتر بدأ ان هو يربط العنوان بتاع ال URL ده فطبعا هنا لما بيفتح لك الموقع بيبدأ ان هو يظهر لك الوجهة اللي انت شايف على الشمال دي وهنا بيقول لك دي بدأ بقى ان هو يخش فيه حاجة مهمة جدا وهي اللي هي الاكشن اللي انت بيتم على الموقع ازاي ان انت تحدد الاكشن اللي انت محتاج ان انت تعرفه من خلال اعلانات يعني لما واحد يدخل من اعلان فيسبوك على الموقع بتاعي وليكن ده هو مثلا الموقع بتاعي او المتجر بتاعي عايز اعرف مين ضغط على ايه فتبدأ بقى تحدد في الموقع الازرار اللي انت محتاجها اللي انت محتاج تعرف الناس دي ضغطت عليها فعندك هنا مثلا ثم او 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 الر فانت الايبندس بتاعتك ممكن تدخل من على الصفحة دي صفحة الواجهة دي ممكن تحدد ممكن تكون انت محتاج بس الصفحة اللي انت عامل عليها الاعلان يعني نعمل إعلام مثلا على المقالة دي عادي الناس يدخل المقالة دي تقراها أو عامل مثلا لندنج بيج ماشي فعندخل مثلا على حاجة زي كده على المقالة الأخيرة أفضل عشر أساليب تسويق إلكتروني فاللي بيقراها لأ مثلا استجاب مثلا للإعلان اللي على الشمال ده اللي هو نيمتشيب وما أنا داخل هنا واختارت لك نيوبوتوم يجيب لك بقى كل الأزرار اللي موجودة في الموقع يعني ما زندش فيه أسهل من كده شرح أنا قلت لك إن إحنا محتاجين النيمتشيب فهقوم محدده أوتوماتيك كده هو خلاص اختار لإيه الزرار ده الإيفنت ده إيه هتقوم داخل هنا تقوله الإيفنت ده ممكن اعتبره إنه هو ليد رمى واحد ضغط على الإعلان ده أنا عايز اعتبر إن الإيفنت ده ليد تمام؟ ممكن اعتبره إنه هو ده إيفنت الشراء طبعا ده مش صفحة الشراء ولا ده يعتبر ليد نحن ممكن نقول عليه إنه هو مجرد بس زيارة عادي فممكن تدور على أنسب حاجة للاختيار ده فأنت هتقوله إن ده view content هنسميه view content كده أنت بتعرف البكسل إن اللي هيدغط على الزرار ده أو الإعلان ده إنه هو يعتبر واحد شافي الإعلان طب قيمته إيه؟ هتقوله تختار قيمة ولا ما تختارش قيمة أنا هقوله لا ما تختارش قيمة لإن ده يعني مجرد واحد شاف بس وهتعمل confirm كده أنت عملت أول حدث بنجاح أول action بنجاح هتقوم مثلا عامل action تاني لو أنت مثلا في الصفحة دي عامل زي مثلا ما أنا عامل كده تعال نشوفه مثلا في برامج وتطبيقات أنا بيروج يعني لبعض البرامج مثلا زي البرنامج ده مثلا ده برنامج ده أنا شغل عليه فهنشوفه فين الرابط بتاعه ها هو هنا بص هنا في رابط اللي هو تحميل البرنامج من هنا هنا ممكن أعمل track new button وأم ضغط على الزرار ده وأختار إن اللي هيدخل على ده أنا بعتبره إنه هو ديد ونتقول no وتختار confirm وبكده هو بيعمل لك الحدث التاني وهو إن أنت اللي هيدخط على الزرار ده اللي هو الرابط ده بتاعتبر بالنسبة لي ده lead وحيكتر لك منه ومن الناس اللي شبهه لما تستخدم بقى البيكسل بشكل كويس في إعلانات الفيسبوك هنرجع تاني لمدير الأحداث ونقفل الجزئية دي ونعمل الانتقال إلى نظرة عامة على البيكسل فلما بتدخل بقى على مدير الأحداث فبتختار هنا الحدث البيكسل اللي أنت اخترت اللي هو مصادر البيانات إحنا عملنا رقم واحد وتقوم داخل هنا تختار السجل السجل ده هو اللي فيه الأحداث اللي أنت عملتها هتلاقي تم تحديث الحدث ههو بس طبعا مش هتلاقي أي data بتظهر لك غير بعد مثلا يوم اتنين تلاتة لأن بيظهر لك أحداث بقى بالتاريخ وبالوقت وبيظهر لك كل ال data والبيانات اللي أنت بستخدم فطبعا كل الليلة دي من المهمة جدا أن يكون معاك أثناء إعداد الحملة الإعلانية المرتبطة بالبيكسل يكون متاح معاك حد فاهم في البرمجة كويس عشان لو في أي مشاكل زي اللي وجهتني دي أنه يحلها لك بسهولة أو تعتمد على نفسك بقى وتحل المشكلة بس سيأخذ منك وقت في التعلم فكونك وصلت لحد هنا في الفيديو فأنا يعني مستمتع جدا بوجودك معنا إن شاء الله فأرجو أن أنت ما تنساش أنك تعمل لايك وتخش على القناة وتشوف الفيديوهات صراحة فيه فيديوهات قديمة ومفيدة جدا 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 فيه إعلانات الفيسبوك يعني صراحة يعني ما وصلتش وما قدتش حقها فيه الانتشار وفيه عندك قوائم تشغيل مفيدة جدا فيه إعلانات الفيسبوك وفيه إعلانات تيك توك بعض الدروس الثانية اللي حتفيدك جدا 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 لا تنساش أنك تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته